بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك حفظ المرسلين وفهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وتوفيق عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أعمالنا والمسلمين إلى خير يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة نتكلم في أمر يتعلق في الطهارة في أمر النساء مسائل في الحيض وفي النفاس هام قواعد نتعلمها أيها الكرام لأن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه العزيز إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان الإيمان هنا معناها الصلاة من أسماء الصلاة الإيمان والطهارة نصف الصلاة إذا صحت الطهارة لها علاقة بصحة الصلاة وإذا لم تصح الطهارة لها علاقة ببطلان الصلاة لذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم الآن في هذه الساعة المباركة إن شاء الله في مسائل تتعلق بالحيض وبالنفاس الطهارة التي تخص أمر النساء وينبغي للمرأة أن تتعلم أمور الطهارة حتى تعلم ابنتها فيما بعد وينبغي للزوج أن يتعلم أحكام الطهارة التي تتعلق بالحيض والنفاس حتى يعلم زوجته والزوجة تعلم بناتها وهذه المسائل أيها الكرام ينبغي أن تكون قواعد يعني نتعلمها تنتهي بحيث أننا الآن عرفانينها ما والله يوم نعرف ويوم ما بعرف شو اللي صار لا كثير من النساء للأسف تسأل عن أسئلة أحيانا تعتبر بديهية أسئلة بسيطة لو أن عندها علم لما كانت سألت ولما كانت أحرجت نفسها نحن اليوم نتعلم حتى لا تقع المرأة حتى لا تقع الفتاة بالحرج كثير من بناتنا ما بعرفوا أحكام الطهارة كثير من بناتنا ما بعرفوا أحكام الحيض والنفاس كثير من النساء ما تعرف إيه ما تغتسل كثير من النساء بتروح صلوات عليها لأنها ما عرفت عليها صلاة ولا ما عليها صلاة عليها صيام ولا ما عليها صيام لذلك اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتعلم بعض الأحكام التي تخص هذه المسألة التي هي مسألة الحيض والنفاس أبدأ أولا أيها الكرام طبعا الحيض والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة الحيض الحيض هو الدم الذي يخرج من المرأة بعادة شهرية في كل شهر إما سبعة أيام خمسة أيام أقل من ذلك أو أكثر من ذلك على حسب عادتها وهو هذا الدم يخرج من الرحم هذا الدم يخرج من رحم المرأة أما الدم الذي يخرج من غير رحم المرأة فذلك يسمى استحاضة يعني نزيف له أحكامه غير أحكام الحيض والنفاس يختلف نعم اختلافا كاملا فالدم دم النزيف المرأة تصلي وتصوم حتى وإن كان هذا الدم موجودا أما دم الحيض فإن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولا يجوز لزوجها أن يعاشرها وأن يجامعها في هذه الفترة اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى وترخيص من الله تعالى لها ورحمة من الله سبحانه وتعالى بها لأنها في هذه الفترة تكون حتى طبعها يكون في تعب بتعب لذلك الله تعالى خفف عنها ورحمها فليس لها يعني أسقط عنها الصلاة في هذه الفترة فلا تصلي ولا تقضي الصلاة في فترة الحيض وأسقط عنها الصيام فلا تصوم ولكن تقضي أيام الصيام في فترة الحيض في فترة الاستحاضة تصوم وتصلي ولكن فيها ترتيب فيها أحكام شرعية في فترة الاستحاضة كيف تميز أيضا بين الحيض والاستحاضة هناك أمور لا بد أن تعلمها هذه الفتاة، هذه المرأة، هذه الزوجة لا بد أن تعلمها الآن سنتكلم والأسئلة أرجو الأسئلة لا تتعلق الأسئلة إلا بموضوع الطهارة والحيض والنفاس لو سمحتم أنا في العادة أتلقى الأسئلة من الجميع في أي موضوع لا حرج في ذلك إن شاء الله لكن اليوم لا بد أن نتعلم في هذه المسألة خاصة أولا، نبدأ في أقل مدة الحيض أيها الكرام أيها الإخوة والأخوات جميعا نتعلم الإخوة يتعلم الرجل الزوج حتى يعلم زوجته كما ذكرنا ثم الزوجة تعلم ابنتها أيها الأحباب أقل مدة الحيض هي ثلاثة أيام وهناك قول أيضا آخر عند بعض الفقهاء الله يرضى عنهم أنه يوم وليلة نحن الآن نتكلم في مذهب الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام أقل مدة للحيض ثلاثة أيام يعني شو معنى كلمة أقل مدة للحيض ثلاثة أيام يعني لو أن المرأة رأت الحيض يوما واحدا رأت الدم يوما واحدا ثم انقطع ورأت الطهر عندما ترى الطهر انقطع الدم ورأت الطهر هل يعني ذلك أنها في حيض أم في استحاضة إذا أن في حيض معنى ذلك أن هذا الدم يخرج من الرحم ويعني ذلك أنه ليس عليها صلاة ولا صيام طبعا هي مجرد أن ترى الدم تقف تتوقف عن الصلاة وتتوقف عن الصيام خاصة موضوع الصلاة تتوقف عنه وكذلك الصيام وكذلك معاشرة الزوج مجرد أن ترى الدم خاصة إذا كانت الفترة بين هذا الدم الذي رأته الآن والدم السابق ماذا دا تكون الفترة خمسة عشر يوما خمسة عشر يوما فصاعدا أما إذا كانت أقل من خمسة عشر يوم معنى ذلك أن هذا الدم دم استحاضة يعني شو معنات استحاضة؟ يعني نزيف يعني كلمة نزيف يعني ليس له أحكام الحيض والنفاس يعني تصلي وتصوم تمام يا أحبابنا؟ هذا كلام واضح بهذه الطريقة إذن أقل مدة الحيض هي ثلاثة أيام أقل من ثلاثة أيام نزيف رح سمي أنا كلمة نزيف أسهل من كلمة استحاضة ليه؟ لأن كلمة استحاضة أحيانا بخربطوا فيها مع أنها الكلمة الفقهية كلمة استحاضة لكن حتى لا تخطئ البنات الآن اللي بيسمعونا ما تخطئ بين كلمة استحاضة وحيض ما تميز بيناتهم رح أقول كلمة نزيف كلمة نزيف معناها بتصلي وتصوم بتعالج نفسها عند الطبيبة؟ نعم بتعالجوا نفسها من أجل إيقاف هذا النزيف لكن هي هذه المنطقة لكثرة العروق والشرايين وكذا التي فيها يحصل فيها كثير من النزيف هذا أمر طبيعي لا حرج فيه ولا ليس مخيفا موضوع الطبي ليس لي علاقة به هذا عند طبيبات الآن اتفقنا أن أقل مدة الحيض كم؟ ثلاثة أيام أقل من ثلاثة أيام الدم الذي رأته هذا يعتبر هذا يعتبر دم نزيف يعني ذلك أنها تصلي وتصوم تمام يا أحبابنا؟ إذن إذا رأت الفتاة مثال مثال نجيب مثال فتاة رأت الدم يوم واحد وانقطعت الدم ماذا تفعل؟ هون نقول لها لا تغتسل حتى ليس عليها اغتسال لأن هذا دم نزيف مباشرة تصلي بعد انقطاع الدم بعد انقطاع الدم تصلي وتقضي هذا اليوم الذي مضى لأن هذا اليوم الذي مضى ما صليت فيه هذا اليوم تقضي فيه الصلاة طبعا إذا الصيام يقينا الصيام تقضي الصيام لأنه واجب عليها قضاء الصيام هذا معروف أما ليش بتقضي الصلاة؟ لأن الدم اكتشفنا أنه دم نزيف وليس دم حيض إذن تقضي الصلاة التي تركتها في هذا اليوم وهي تظن أن هذا الدم دم حيض لكن طالما أنه انقطع بعد يوم واحد عرفنا أن هذا الدم ليس بدم حيض وإنما هو دم نزيف ليه؟ لأنه عن نقاعدة فقهية ما هي؟ هي أن أقل مدة لدم الحيض ثلاثة أيام أقل من ثلاثة أيام يعتبر دم نزيف واضح الفكرة الأولى يا أحباب واضح الفكرة الأولى يا أخوتنا يا أخواتنا هذه الفكرة الأولى النقطة الأولى بني خلص منها وهي أقل مدة الحيض ثلاثة أيام اتفقنا عليها طيب اتحملونا شوي مشان موضوع الأسئلة إذا بدأت تتعلق الآن الأسئلة حد يبدو يتكلم يتكلم في الأسئلة التي تخص أقل مدة الحيض واضح تمام الله يرضى عليكم تمام ممتاز أنا أتمنى من الجميع يكونوا متابعين يعني معي خطوة خطوة الله يرضى عليكم إن شاء الله طيب الآن هذه أقل مدة الحيض أنا تكلمت بها تمام الله يبارك فيكم اشتركوا في القناة